بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامج المراية النهاردة إن شاء الله هتكون حلقتنا عن سنة أولى جواز وسنة أولى جواز دي إحنا بقلنا كم حلقة بنحضر لها الحقيقة بنحضر الزجين بيختاروا بعض إزاي وبيشتركوا في بناء أسرة مع بعض واحدة إزاي ومنظمين الدنيا والأمور ماشية حلوة جدا طب إيه اللي بيحصل مع أول سنة زواج بتحصل إن كل المشاكل بتبتدي في عيوب بتظهر وفي عيوب بتختفي في حاجات بتحصل ما كانتش متوقعة طب نعمل إيه هو ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله هستنى مكلمتكم واستفساراتكم بس في الحلقة بس تكون بنفس يعني حاول نكون في نفس الموضوع عشان ما نقلقش عنه إن شاء الله إحنا كل يوم لنا موضوع مختلف سنحاول تكون الأسئلة خاصة بنفس الموضوع وهستنى برضو إجاباتكم مجمعة وهديكوا السؤال آخر الحلقة وهستنى إجاباتكم مجمعة 30 إجابة وهتكون الجوائز قيمة جدا مقدمة بالأكاديمية الدولية لتطوير الزاق عبارة عن كرنهات عدوية واستشارات نفسية ودورات تدريبية وحاليا لازم بقى نرحب بالدكتورة جهان حتين أهلا وسهلا بحضرتك مؤسس ومدير أكاديمية الدولية لتطوير الزاق أهلا بحقيك الدكتورة أهلا بقى 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 شوية بننظم للزواج ده ليه بقى أول ما اتجوزنا بقى خلا ليه بقى أول ما بتحصل تطبيق عاملي وبنتجوز فعلا تزهر كل المشاكل طيب ده شيء طبيعي يعني مبدئيا ده شيء طبيعي تمام لأنه حضرتك حتى أنا وانتي لو احنا عادينا هو دلوقتي صحاب والوزاز والدنيا ظريفة وشيك كده وحلوين والدنيا اوتي لو طلعنا مصيف أسبوع ممكن يعني ممكن تتغير حاجات كتير قوي بنا يعني نرتبط قوي مصيف قصدك العشرة بتدير اه ايه لو طلعنا مع بعض مصيف حتى أسبوع مش حاجة ممكن نخرج منه يا حباي بأعداء والله العظيم اه والله العظيم يعني انتي ممكن تقولي يا نهربية ده كانت الدنيا فورمل كده وشيك وجميلة وطلعت كانت يعني رسمين الزوء يعني عيو لكن عند العشرة تبان حاجات كتير جدا تبان المراعاة والحساسية والشفافية والزوقيات من هنا طلعت كلمة عشرتهم طيبة اه طبعا يمكن عشان كده يقول كلمة دي اما اول عشرة دي بقولك لو اسبوع مصيف بس ممكن يخليك يا اما تقولي يا تطلعت في العشرة أحسن بكتير احلى أحلى ما كمان في البرنامج وممكن حاجات تاني تقولي يا ساتر يا رب بتطلعت حاجة بشعة تطلعت دي كور على الفضل طب وهي ما كانتش تبقى باينة من الأول لا في حاجات ما تبانش في حاجات ما بتبانش الحقيقة وعشان تبانحة يعني بتكون في حاجات كتير يعني ده بيبقوا احيانا ولاد خالة او يعني مش متجاوزين ولاد خالة اه لكن ييجوا برضو عند العشرة زوجية طبعا لا تحصل حاجات كتير جدا تفتكلي ده توفيق من ربنا التوفيق طبعا احتيارات فانا النهاردة بحسن نية وباستخارة وبتسليم كامل لله ونية طيبة وانا بس في نقطة عايز بس يعني كويس نكونت النقطة دي عشان نفهمها صح اه الناس كتير جدا نفاكرا ان انا بلما اني اخترتها صالحة واخترته صالح فلازم تبقى الحياة وردي ده ما بيحصلش يعني ده ده مفهوم خاطر الواقع حاجة تانية الواقع حاجة تانية والصلاح مالوش دعوة بالطبع يعني انا ممكن اكون انا صالحة وحضرتك صالحة واحنا هتنس الناس محترمين وكل حاجة بس حائتنا مش متوافقة يعني ما قالوش دعوة لان امور الدنيا غير امور الدين قد حيك حياة نمش متوافقة يعني نظامنا مختلف اه طريق الحياة يعني Opportunity يعني اخيطة اشيانا اني اختلف ان هو بينام فالدالمة وهيا في النور يعني انا أدي قوليلي مالها ومال الدين مسلا مثلا يعني هي بتخافت نام في الضلمة مثلا اللي متعودت نام لازم حاجة أي إن شاء الله لمبة سهاري منورة وهو ينزعج جدا ولازم ضلمه مثلا جامدة جدا فممكن دي يختلفوا عليها ممكن يناموا كل واحد في قوضة بعد كده علشان ما فيش واحد فيه معايز يتنازل بحيك إنه ممكن تبقى مشكلة صغيرة باينة صغيرة بس تعمل أزمة كبيرة أه وتبقى أزمة كبيرة ويرفضوا الحياة مع بعض الممكن في فترة قسيرة لأن ده لاش الأكل طريقة عمل الأكل مثلا طريقة وجبات طريقة الفطار في حد بيحب يعمل الفطار جامد وفي ناس موعيد الأكل تعمل مشكلة كمير موعيد الأكل أي هي يعني حاجات كده معينة ممكن تبقى صغيرة تقولك أنا مكنتش تخيل يعمل حركة دي وخصوصا في البداية بيقي في حساسية وإحراج يعني إحنا ممكن ألاقي منه شيء أتحرج أعلقه ويلاقي منها شيء يتحرج يعلق يصدم ويسكت دي بتبقى هو المفروض إن أنا علق ولا معلقش لأ المفروض نتكلم في كل حاجة بس في نقطة برضو لازم نفهمها كويس جدا أولا هو مطلوب إن إحنا اللي كترفين نكون طرفين مؤتفاهمين ونبقى عارفين إن إحنا داخلين زواجة يا بقى مش داخلين حرب يعني دي نقطة مهمة نقطة البيئة داني هنرجع لها كنقطة أساسية لأنه في بعض البيئات عندها إعتقادات خاطئة نحو مثلا معنى الرجولة ففي معنى الرجولة مثلا عند بعض البيئات إن هي ما ينفعش تنتاقد وهي تتكيف عليه بس عشان كده أنا بس الحقيقة ينفع عنه إن نقول ولا ما ينفعش علشان كده ده ملوش دعوة بخلقه يعني ممكن يكون أخلاقه عالية بس مش عايز حد ينقضه خلاص تعود إتربى على إنه هي المرأة تتكيف أولا المرأة المفروض بتتكيف يعني برضو عشان محدش يفتكر أنا بقول غير كده هي المرأة المفروض بس هي لها حاجات لابد هو يتكيف برضو ويبتدوا الاتنين يقربوا مش فيه اتنين ساعات يقولوا بعد كده بقوا شبه بعض مع إنهم مش شبه بعض خالص يعني يمكن يكون هو أبيض وهي صمرة أو العكس لكن تحسي كأنهم توقام عشان حصل تجانس بينهم واختلاط وتقارب وجهات نظر خلقتهم الاتنين بقى فيه مرونة قربنا من بعض فبقينا واحد طب حقيقة قلت كلمة لازم المرأة تتكيف يعني أنا خلاص بدا موصلت إن أنا جوزت المفروض إن أنا اللي هبتدي شوية أتكيف طبعا يعني من هنا بقى من السيدة عشان فيه حقيقة فيه حاجات قلت كانت في إيد الراجل هنا بقى حقيقة بتقولي دي السيدة المرأة طبعا لأنه لا أسباب كتير أول حاجة هقول لحضرتك إحنا المفروض إن أنت بتهيئ الراجل زي ما قلنا قبلها كأم إنه إزاي يكون راجل بيت صح والبنت نفس الكلام إزاي تكون ست بيت صح طيب فأنا النهار دا الراجل دايما يعني أول المفروض إن دا النورمال يعني إنه هو بيسع للرزق وإنه هو بيبتدي ينزل يتحرك للعمل وطبيعي جدا لازم يجد صبر الراحة يعني ما ينفعش إنه معلش هي إنه هو يقوم ويتقال له حضر فطارك يعني الحتة دي ما تنفعش وفيه ستات بتعمل كده بتيبقى مسألة أمي تعودت نعمل الدور فتبتيت قولك دا مزعج جدا بيصحيني ليسا سبعة وهو نازل شغل وأنا مالي لأ معهم ما فيش أنا مالي بقى مع الحاضر مادم اتجاوزت الوضع مختلف آه وعدين من احترام الزوج والألفة إن حتى أصحى حتى لو مش هيفطر يعني دي بتبقى أجل في بقى نقطة تانية مهمة نقف هنا عندها أو هقولك لو هم اتفقوا عن كده فيه راجل في الحتة دي ما عندهوش مشاهد عنده مرونة لا يعني يقولها حبيبتي خليكي نايمة وأنا هنزل يا قتر خير بسرعة فيه شخص كده بس أصد لازم نتفاهم فاكرة ما كنت بقولك في الخطبة لازم يتكلمه بكل شيء فيه النقط عنده لو هي مرفوضة اتكلم فيها من قبل الجواز ما تستناش تعمى تصطدم بيها يعني لو عندك دي أساسية بصي أنا لازم أفتر فيه راجل بيقولك ايه مش بيقولك قرب طريق لقلب الراجل معدته فيه راجل معدته عنده بجد أساسية بجد بجد يعني فلو الأكل بص منها يبقى يوم مش فيت لو ما حضرتش الفطر بطريقة معينة ويبقى متزبط وميتصنف ومش عارب ايه تبقى قصة كبيرة طب هي لو هي بتفطر بسندويتش ومعندهاش مشاكل هيبقى هنا هيحصل صدام هتحصل صدام طبعا صدام كبير وهتحس انه هي بمعاناة وان انا بعمل له مجهود كبير وليه يعني اعود اعمل كل ده في الفطر والغدى لسه والموعين البنت بتشيل الحمل بتشيل الحمل ايه فالحاجات دي لو هي عندك خط احمر لازم توضي حمل بداية عشان ما تستدمش لو هي بالنسبة لك خط احمر لو انت مش مارن فيها عشان هي كمان تشوف هي هتقدر تعمل كده ولا لا؟ هي هتقدر تعمل ده ولا لا ايه او تتشفها من شكل البيت يعني لو انت بقى زكي جدا في المعاملات في فترة الخطوبة بتروحوا طبعا عزايا بيعزبوا بعض الاسر والحاجات دي بيبان بقى بيبان المرأة نشيطة بتتخدم على الضيوف بيبان طريق تقديم الاكل بيبان في تجانس وفي توافق بيننا كأسرتين ايه في شكل الحياة ولا لا عارفة ما نيجي نتقابل ان انت تجي يا والله انا بعيش نفس الطريقة انا بفتر بنفس الطريقة انا حسنك شبهي انا حسنك شبهي انا دايما اقولك كده انا حسنك شبهي ايه فلأ اه فليه بقى لانه معين احنا ما شفناش بعض ما نعرفش بعضها لكن في حياة لكن مع التداخل اكتر زي ما قلتلك ممكن نكتشف حاجات مختلفة تمامة طب ايه تاني ايه تاني ممكن يزهر مشكلات تانية غير موضوع الاكل مثلا لا دا 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 احنا بدأنا بالدلع ايوة طبعا بازلت اللب دي واحدة واحدة عشان ما نتصدهم واحدة واحدة ندخل على التالي فيه طبعا حاجات كتير جدا 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 اول حاجة خلينا نتكلم في النقطة ونطلحها يعني نعملها برواز ونخرجها برا الحوار اللي هي فكرة الخداع يعني فكرة انه حد فيه مخادع للاخر فده بتبقى صدمة الاخر دي كبيرة جدا بعد زواج مخادع يعني بمعنى انه خبأ حاجة مهمة خبأ حاجة مهمة او انه ممثل علشان يعني مثلا واحدة رسمة على راجل غني او فممثلة الرئة او ممثلة انها مش عارف ايه وممكن تكونك بتحط له اكل جاهز وانه مطرفش تعمل اكل وهو مش فاهم اصلا ان ده جاهز او يعني ممكن ده غش ده غش ده غش ما نقول لك خداع اي اي فيدخل يوفاجأ بان الدنيا مختلفة تماما ويشوف وجهة اخر او هي نفس الكلام كانت تزاوج واحدة على اساس فيه رجالة كتير جدا واخدوها نصيحة يعني اللي يدي ويوهم ويوعد كتير ما تنتظرش منه حاجة هعملك وبعد الجوز هديكي وهاسفارك وهنيكي ما تنتظرش منه حاجة قصدك مش هينفذ مش هينفذ بتاعك كلام بكلام او يعني خذوا اصدقوني يعني الناس اللي بتتكلم حتى الست يعني القاعدة العامة اللي بيتكلم كتير ما بيعملش او اللي قلت ما ايوه لا مش مش هنقولت ما تخافش اللي بيقول ما بيقولش والليو ما بيقولش سهلا يعني اللي بيعمل ما فيش حد يقول لك انا بعمل وبعمل اعرفي انه بيوهمك يا حبيبتي بيوهمك بقولي ناس كتير وبيطلع في أعلن يعني ما فيه أعلن وههم لان هو لو بيعمل هتلاقي بيعمل من ايام الخطوبة باينة يعني لو كريم كريم باين لكن بس اول ما نتجاوز ده انا هديكي مش عارفة كام ده انا هعجبك مش هارف ايه ده انا هفستحك على طول ده احنا هنصيف كل سنف مش عارف فين اعرفي ان ده عمال وقال بردو بتدخلات الاهلي يقولك ما عليش تسيبين بتدخلوا دلوقتي بعد الزواج يبقى الوضع بختلف برضو دي برضو بتبقى ضمن الحاجات اللي في مواهي احنا الاول احنا بنكلم رقم واحد الخداعة ده طلعيه بره لانه لسبب بسيط ان ده حلو مختلف عن كل الحلول لان انا لو مخادع وتصدمت بعد الزواج انا كست او انا كراجد صدمت بحاجة تانية في واحد بيطلق من اول يوم عندوش مشاكل لان انا انت خدعتيني انت منتجاوز انا على حاجة ولقيت حاجة تانية وفي بنت نفس الكلام وتبتدي تكرهه من اول يوم واين استمرت يعني تبتدي قولك انا كرها من اول ليلة طب ليه لانه خدعني يعني في ناس اتخدعت في ايه تخيالي في الشهادة يعني هو قال انه خريت كلها معينة والناس طيبين مقاللوش وروني شهادة التخرج بتاعتها وتلعب مش متعلم او تعليمه بسيط او معا شهادة متوسطة الاقضايا هنا مش قلنا متوسط ما عنديش مشكلة في ده بس تقول من البداية في الكذب اه فتيجي تفاجأ بحاجة بعد الزواج بتوصدم بيها وبهتفقد السقة فيه كمان لا ما هي بتفقد وبتكره وبتقفل صعب جدا بترجع تاني ولو تعيشت بتتعيش خصوصا البنت لانها بتبقى صعبة بتطلق في اول شهر وبتحف على سمعتها والموضوع بيبقى خطير بصراحة جدا وتبقى كرهام من اول يوم لتيجي ناوكلمتني مثلا بعد عشر خمستاشر سنة النهار ده عايز انتو نتصل لما اجي بتدي اسألها على بداية الزواج تقولي انا كرهام من اول يوم دي قضية خطيرة جدا وبتقفل خمستاشر سنة بس خلاص ممكن تحمل على طول وممكن تبقى خايفة على الولاد وممكن تكون عندها اهلها رفضين مبدأ الطلاق وممكن تكون عانت وحاولت تطلق واهلها رفضين يعني كنت تتكلم موضوع ناقعد خمستاشر سنة دي فتقولك البطارية في ديت مش قد استحمل يعني قصة دي عايزين نتكلم فيها برضا يا دكتور حلقة انا عاملة بوست للناس بقى اللي بتحبت الناس اللي قابلتني يعني انها لو تتتبع صفحة او الاكاديمية عندي بوستات اسمها جيهانيات دي كلماتي فكنت عابلة صورة كده عجبتني الواحدة كأن بطنق دي كلها بطارية وخلاص اغم عليها وقع البطارية في ديت فكرة البطارية في ديت عايزين تعالى في ناس تزعل تقولك بطارية ايه هي ايه لا هي كزا لا يا فندم مش كده هي تحبتها خلصت هي تشبيهها خطير جدا لان انا في اعلن بشحن الموبايل ممكن على واحد في المية الحق اشحنه لكن لو فصل خالص هياخد الموضوع صعب خلاص الموضوع بيبقى صعب جدا ايه صحيح جدا جدا صحيح فطبعا لأ في الطاقات والطاقات مختلفة عشان كده بقولك فيه ناس بتنهي من اول اسبوع لو لقيتك مخدعني من اول يوم مش هيمني يقولوا بنت متطلقة ايه هو شخصيتها وهو شخصيت وحسب بقى كل واحده شخصيت بحاجات كتير ايه تاني ممكن يكون فيه خداع لا خداع في الموضوع الجسدية او يعني ممكن الرجل يكون اصلا ما عندوش القدرة على الزواج دي بقى اعظم في الحالة دي لازم هيكون صريح ولا لا فيه اولا هم عندوش قدرة على الزواج وعايز التزوج علشان يداري هزا العيد فين عفسه فبيضل بصراحة بنات الناس وممكن يفقدها عذريتها من اول يوم بطريقة غير مشروعة علشان التطر تكمل تبقى هي خلاص عشان يبقى هو شكله بتزوج وحيااته تلينا او هي خلاص ما رقيتش بكر سنة وسنتين وتلاتة وما بتنفصلش وتبقى صدمت ان هو الزواج مش قادر على المعاشرة الزواجية دي طبعا من المشاكل الخطيرة طيب احنا كده قلنا الحاجات اللي ممكن يحصل فيها خداع ممكن حاجة تانية اه طبعا يعني هنا بقى احنا دخلنا على عظم حاجة اللي هي لو فيه خداع كبير جدا في حاجات رئيسية طب لو ما فيش خداع فيه عدم بقى توافق اولا في البداية احنا لسه بنتعود كجسدين على بعض حقيقة تكريمة على التوافق الجسدي دي الوقت الجسدي الجسدي والفكري يعني احنا لسه بنتدي سنة سنة نعاشر بعض زي ما قلت لك احنا لو طلعنا مصير اسبوع انا وانتي النهاردة احنا قاعدين قاعدة زريفة وشيك من اول بس ما ناخد كده ستندبايش ونطنة ونطلع على العربية ممكن يحصل مواقف سخيفة او حلوة ممكن بنتي حساسة ومحراجة ممكن تبينفسك تشتري حاجة محراجة تقولي لي مثلا اي حاجة ايا كان بقى ممكن تلاقي معاملات مادية بشعة جدا صعبة سواء من الراجل او السيد وممكن في مواقف بتتهم غلط بالعيشرة برضو نسا كنت اقولك انا فيه سوق تفاهم بأساسي يعني ممكن انا ابقى محراجة من حاجة وانتي تفهمين ان انا قصد حاجة تانية اه وانتي الموضوع مش فتهم او ان القصد اسيق ليك ما هو سوق التفاهم في البداية ده شيء طبيعي انه يحصل طب نعالجه ببساطة جديدة ان انا افهم مثلا اعملت كده او لقلت كده كمان خلي بالك الالفاظ يعني الفاظ احيانا بتبقى مختلفة من فكر الفكر وبخصوصا لو كانوا زي ما قولنا قبل كده جنسيتي مختلفين يعني بلد وبلد يعني بلد دي وبلد مختلفة تانية فطبعا الموضوع بيختلف كتير بيحصل مفاجأة بقى لو انا معليها سقف توقعات يعني احلام البنت بالرومانسية العالية مثلا وبعدين تفاجأ انه مفيش رومانسية لو هو الراجل حاطت في زهنه ان العلاقة الخاصة دي حاجة كده زي الافلام بيشوفها لانه خلي بالك خطر مشاهدة الافلام الاباحية حاليا خطرها عظيم بتفقد متعة الزواج تماما لانه يعلي سقف توقعاتهم جدا والراجل متخيل ان الصورة دي هي دي اللي هيشوفها والنفس الفكرة ونفس الاسطوب وبيلاقي الموضوع مختلف مش معناه مختلف ان هو أوحش او كذا لا شكل تاني شكل تاني وغير كده البنت غالبا البنت الصحة او الناس المزبوطة او كذا مش هتلاقيها بنت صائعة ولا بنت جريئة ولا بنت واخد بالعكس عايز الراجل هو اللي يبتدي الجراء مشكلة تانية لو راجل مش جريء اصلا بتبقى الموضوع بقى بينهم كمان صدام تاني يعني تبقى فيه قصص كتيرة وتبقى هي مش عارفة تعمل ايه وممكن تبقى خجلانها لانه هي هيتقال عليها مش كويس فيه حاجة بقى يعني يعني برا كان فيه كورسات او فيه تعليم للكلام ده او طبعا حقيقة بتشجعها لحاجة زي كده طبعا وفعلا فيه حاجة كده فعلا طبعا طبعا كورسات ايه بقى اللي ايه بالزبط يعني فيه حاجة كتير اول حاجة هو فيه كورسات للاشهد الاسري والوعي الزواجي والحاجات دي كلها احنا بنعملها اصلا معنا في الاكيدمية ان انا ازاي هيق البنت او الشاب اللي هما مقبلين على الزواج انه هما يختاروا صح انه هما يفهم الطرف الاخر بشكل كويس انه هما يحطوا النقط على الحروف انه هو ايه الحاجات اللي يخجل منها وحاجات ما فيجلش منها ازاي يعرف يستشف من المعاملات من حاجات معينة احنا بنعمل فيه حاجة اسمها البادي لانجج البادي لانجج اللي هي لغة الجسد لغة الجسد انا اقدر اعرف منها كده بم السابق دي رائعة اه رائعة ممكن حد يتعلمها بسهولة جدا جدا انا بتجي اخد القرص الحقيقة لا ده جدا يعني ده علامات كمان بتحصل يعني اه فيسيولوجي احيانا لانه حركة لا ايرادية فتلاقيها طلعت فانتي تعرفي كزادة عصدك انها ثوابت لو عرفتها خلاص في ثوابت كتير وفيه حاجات بس بس فيها فيه حتة صغيرة انا ما حبش مسلا اقولها على الملأ لسبب فاكرة ما كنت بقولك نصف العلم جهل ايه النهاردة لو انا قلتلك ان العلمة دي تدل على ان انا اللي قدامك داك كزاد اه ربما يكون العلمة دي بيعملها عنده مرض مثلا بيخليه يعمل الحركة دي طبعا اه مرض او عنده مرض معي اي اي فلازم انا اكون فاهمة الجزئية دي يعني فاهمة ان فيه حاجات اه هي ثبتة في انها تتاصف بشيء اي لكنها ليها دلالات اخرى احيانا مع البعض اه الاشوال غير الايصر اه يعني لو هو انتي ما تعرفيش بيكتب بانهي ايد ممكن الفكرة النفسها هتتعاكسي يعني ايه فانتي لو مش تعرفيش ما شفتيش بكتب بانهي ايد هتبقى بازت ملك يعني هتبقى بازت ملك هتبقى بازت ملك دا كده عندك مثلا طبعا تحليل الشخصيات بكل انواعه سواء فراسة ان انا اعرفهم من ملامح دا اهل الرسالة من اول يوم كده وجايه متقدم تفهم حاجات كتير اه يعني دي قلصات الحاجات الحياتية اه وانماط الشخصية معناها ان انا بقدر استشف من نمطك الدائم المستمر الصفة السائدة اللي فيكي اعرف ان الناس كذا او هو كذا اه طبعا الحاجات دي مهمة جدا 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 بصراحة انا في الوضوع الفراسة انا في ناس بتجيب لي صورة عديس مثلا تقول لي طب دا جايه متقدم لبنتي ايه رأيك اه ممكن تعرفي من الصورة ممكن طبعا ما خلاص ما انا من الصور باعا طبعا الصور ابا تحليل بالصور دا شيء طبيعا اه دي مفاجئة لا بالصور يعني دي مفاجئة اه 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 خلاص يا اما فيه ناس برفضها ممكن من الصورة فيه ناس كان اللي بتجيلي من بره مصر سألتني علشان طلبين خادمات اللي هما الخادمة اللي هي بتبقى من فلبين او من كذا او كذا اه اه ببعتولي يعني يقوليك احنا نعمل نختار دي ولا دي يعني صور اه بتعرفين فعلا من الصورة اه بس انا ما سقش لحد يعني نقول لهم ما تاخدوش دي خد دي لكن ما قولش تفاصيل ما قولش تفاصيل لا ده موضوع كبير بقى انا عايزين نتكلم فيه براحة نطلع فاصل ونرجع دي طب بعد اذنكو نطلع فاصل واستنونا نرجع دي اتفضل انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس وسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت اسمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي اسيدي استشاري اسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده؟ هيوه انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار مكان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزاد اختلافك سريتا ميودة اهلا بكم مرة تانية ولسه منورانا الدكتورة جيهان حسيني اهلا بحضرتك طب انا عايزك تنوريني كده ايه تاني يبقى في خداع؟ ايه تاني يعني انا عايزك انا فعلا بفجأ معاك بحاجات يعني موضوع الشهادة اهلا بحاجات ايه تنوريني كده بخبرتك الادمان ده ممكن يبقى في خداع؟ اه يعني ممكن يكون مضمن او متعرفش الا بعد الزواج طب وده تعرفه ازاي يعني قبل الزواج ممكن تعرفه ازاي قبل الزواج ممكن الفراسة تكشفه برده لا والله الفراسة تكشفه برده يعني هي ممكن تعرف مع الفراسة دي احنا قلنا مش كل واحد هيقدر ياخدها ولا كل واحد لا بس في علامات بقى تانية اه 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 احنا ممكن كنا نركب مع سواء تكشفه تحس انه مضمن يعني تحس انه هو مش طويل انت ممكن تعرفي المضمن من الصورة؟ اه 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 في علامات بتبين بس خلي بالك المعحوظة ان الفراسة بتبين الصفة السائدة قوي اللي هي طبعت عليك يعني مثلا كتر الكزب خلاص انت بقى يعني خلاص بقى شكل كذب اه 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 لكن لو ايه واحد شرب مرة مخدرات مثلا لا طبعهم شايبان لا لازم اصدح هيك يكون مدمن فعلا مستمر اه مستمر والصفة يعني سبت عليك طب دي دي كارثة يعني اما واحدة تتجوز وتفوجة ان هو مدمن او العكس يعني تبقى مصيبة لو كتير مدمنة اه طبعا لما وضوه خطير جدا انو بعدين المصيبة الاعظم بقى لما تبقى ايام الخطوبة بيحبوا بعض اه وهي عارفة ان عرفت انه مدمن ومش قادرة تسيبه يعني دي برضو المشاكل اللي قابلتني اه طب يا ستي ما انت مش هينفع في اضرار وهتجيبي اولاد ما نلحق الموقف قبل الزوج اساسا طولك هعالجهم وهو طيب وهو كويس لانه بيكون مسلا بيستعطفها وبالكلام ده كله في اضرار بتبقى بعد كده اخطر لانه لو مدمن ده بيوصل لمرحلة يعني كل ما ده بتزيد يعني كل ما ده بتتطور العملية معي طب دي حلها ايه طيب يعني ابتدي بقى ان نشوف الحدود طيب اول حاجة خلينا نقول انه مبدئيا في ثوابت راجع لطبيعة الشخصية اولا ان انا ممكن من البداية اكتشف خداع ارفض اكمل اساسا حتى لو كنت لسه متجاوزة من يومين تفجع لشخصيتي انا بقى اه شخصيتي انا وفي ناس اه وخلي بالك من نقطة من خاطر يعني ان مثلا لو واحدة اكتشف سأولي الزواج انه الزوج مثلا زي ما قلنا غير قادر على المعاشرة الزوجية وتركها كده بكر او كذا او كذا ممكن متقولش اهلا ده خطر خطر عظيم لان في نقطة ما فيش حد بيدركها الا بعدين اللي هي ايه اللي هي درقتي هي حاسة ان هي بتحبوا ان الدنيا او انا مش عايز اقول للناس عشان لسه عملها فرح وكذا وكذا والكلام ده كله بس بتتعرض بقى الفتن مع اه انا كنا بنتكلم على موضوع الخيانة الزوجية عيب 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 طيب اه مع انا النهاردة لازم اسد باب الفتن يعني فاكرة بكتب اقولك يعني ارضي بين مية في المية مش تسعة وتسعين ونص عشان لو ملعيني انا خلاص ماليش حجة بعد كده ان انا اقول اللي هي الحجة بقى اللي بتتعال اصدوه مقاصر اصدوه مش عارف ايه لا انا كده انا كده خلاص بديت باب الفتن اصدوه حقيقي انها تدي فكرة لا اهلها بحيس انها في المستقبل اه في البداية لا لا مش المستقبل عشان يبقى عارفين يعني لا عشان ممكن انه الموضوع من البداية ما بقاش في الظلم يعني في ناس كانت قصة برضو ان هي يعني عرفت كده وما قالتش في الاول وهو كان بيعملها معاملة حلوة وقالها سامحيني انه هو يعني ما قالهاش حاجة كده وفضلت بنت حوالي يعني بكري يعني سنة ونص سنتين زواج لحد ما توفاه الله وبعد انت زواجت يعني ميت وهي بكري وهي ظاهرية انه قدام الناس متزوجة انه ما تخلفش وما حدش عارف هي ما تخلفش ليه يعني ما بتقولش الحد طبعا ربنا نجعله في ميزانها وميزان حسنتها لان هي بارت وتحملت وصبرت بس ما اقدرش انا اعمر الكل بكده يعني اذا ادرت هي تحافظ على اخلاقها وما بدئها وما تتعرضش الفتن برا وتراعي الزوج وتعامله بما يرد الله وتراعي الجانب النفسي بتاعه ان هو كان ضعيف نفسيا لما عمل حاجة زي كده وتستمر وتعيش والدنيا جميلة خلاص يعني هي دي قدرتها بس هتيجي في وقت يعني احنا بنقول ان ده مات مثلا بعد سنة ونص سنتين طب لهو ما متش كانت تتعمل اياه ممكن كان ييجي وقت يبقى فيه ومشكلة بتكبر اكتر ممكن بس احنا زي ما اتفعنا هي قدرات البطارية فضية ولا مليانة وهو كمان بيملاها ولا لا خلي بالك من النقطة دي يعني الطرف الاخر لازم يملى البطارية مش انا اللي افضل املاها يعني انا هفضل انا عندي قطاقة معينة هفضل اديك 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 لازم انتي لازم عند حقيقة بالمعاملة الكويية ممكن يجدد الطبقة دي طبعا طبعا لاني هتلاقي كتير جدا تبقى رفضة مبادئ وحاجات كتير وتلاقيها تحملت طب تحملت لتقولك اصله بيع مني كويس اصله هو كريم اصله هو كذا اصله هو كذا كده يعني المشكلات الرئيسية كمان الموضوع الاقتصادية الحالة الاقتصادية اوه للزوج البخير يعني ده قصة كبيرة احنا اتفعنا قبل كده في اختيار الزوج ان المفروض يبقى الزوجة لها مصروف او المفروض لو ماسكى مصروف البيت هي بتتصرف يبقى لها جزء فيه اه لا انا كمان مش بتكلم في كده انا بتكلم في مثال بسيط جدا انا نهاردة لو معيها انا 1000 جنيه وانتي معك 1000 جنيه فانتي ممكن تشتري بيهم مثلا يعني اي بلوزة او اي ملابس يعني وانا اروح اشتري بيهم اتصوارات او اشتري بيهم تلاجة او يعني اشتري حاجة في بيتي ستاير مسلا اي فايزا اختلاف وجهة النظر في القيمة اللي انا بنفقها بنفقها في ايه ده مختلف بيني وبينك ما بالك من راجل وستة ايه ايه يعني بيبقى هو متهيل لنهاية تصرف في تفاهات اه بمناسبة الرجال اللي كانوا في الكنترول معنا وبيتكلموا على فكرة هي ممكن الستة الكويسة تمتع الراجل زي اللي بنشوفه بره طب يا حضرتك اصرف بقى وديها بقى واتفعلها الكوافير واتفعلها المصاريف الباهزة واتفعلها التمن الهدوم العالم والجسورات والحاجات دي كل هوا الاكسسيرز والكلام ده كلها هتعمل لك كل حاجة طيب احنا افترض بقى فيها امرين يعني في امر الراجل الغني لكن ان هو ما عندوش القناعة انها تستاهل تصرف في الحاجات دي يعني هو ما عندوش مشكلة مادية مش مقتنع انها تصرف في كده وفي نفس الوقت وبيطالبها تكون عروسة طب ازاي اه انا بقولك فيه بيعج ازاي وفيه وفيه راجل غير قادر وفيه متفاهم اللي هو عارف انه غير قادر وهي بتتزين في حدود الامكانيات وفيه رضا وفيه رضا وفيه رضا بين الطرفين كل واحد بيعمل في حدود امكانيات بس انا نصحتي في المواقف دي حطي اه اولوياتك في الانفاق يعني رتبها مع الزوج لان ممكن زي ما قلتلك انا مهتمة ان انا جيب مثلا اجهزة منزلية رتبها معاه حسب الحاجات اللي هو وانا بالحبها دي نقطة والنقطة التانية ان هو لازم يتفهم انه انه حتة منفق ومتحكم ده بيخنق الزوجة شوية فيبتدي يعمل لها عملية اريحية حبة وفي نفس الوقت ايه يبقى زي ما قلت كده فيه حوار وتفاهم هتيجي تقول له مثلا انا عايزة اشتري اي حاجة في المطبخ مثلا او هشتري او راح اعمل شعري عند الكافي فيبتدي يقول لها مش مهم شكلك حل مثلا يعني ممكن يكون نفسي لها هي مهم لو شعرها مش حلو فممكن يبقى نفسيا حتى لو انت يا سيدي راضي او مش هاين عليك هي هتبقى متدايقة لو ما عملتش كده فعشان كده كنت بقولك يبقى نعمل عملية كنترول اللي انا هتديكي مبلغ مليش دعوة في نفس الوقت انا لازم احترم الزوج اللي عايز حاجات معينة يعني دي من الحاجات اللي احيانا الراجل لو عايز مثلا الزوجة متزينة على طول وهي ما عندهاش القدرة على ده دي بتبقى مشكلة طب حلها ايه دي يعني حاول بقى نزبطها مع بعض المفروض انها لازم تعرف ان هي لازم تتزين للزوج يعني ده وفي نقطة ربنا يخليك عشان ما نساهش في رجالة كتير مقتنعة عن الستة تتزين لزوجها هو لأ ده اتقاض يعني سيئ لازم هو كمان يتزين ليه يتزين ويحط بيرثيوم زيها وكل حاجة هي ليه يعني تشمئزة هي علشان هو ينبسط يعني ما تديش بالطريقة دي فينا كتير جدا عند ده القناعة دي ان المرأة مطالبة انها تعمله عرجوزات كده عشان كترخيره يعني الرجالة بقى تقوله تقوله ملاش ده يعني عشان هو كترخيره يرضى عنها ايه لا معلش ما عفوه مطالب من الاثنين هي مطالبة صحيحة ان انت ترضى عنها وتعمل كل ما يرضيك لكن هي مش المفروض تشوف منك صورة سيئة ولا تشوف مظهر سيء ولا تقعد في البيت اي كلام ولا المنظر ده يعني هي برضو مطالبة بتزينك يعني انا اللي فهمتو كده من حضرتك ان انا عشان احل المشاكل في بداية الزواج ان هما الاثنين يعودوا على الترابيزة ويتفقوا ويشوفوا ده مش بس مش يتفقوا بعد الزواج بعد الزواج مش يتفقوا اسمها يبتدوا يكون في حوار صريح جدا جدا اه يعني حضرتك مع الحوار مش ضده طبعا ده لازم بس حوار صريح جدا في كل حاجة سواء في العلاقة الجسدية سواء في العلاقة الاكل والشرب والفلوس وكل حاجة انا تزعلت منك في كذا ليه قلتي كذا ليه ما حضرت ليش الفتار ليه ما حصلش كذا في العلاقة الخاصة احنا عارة محب كذا انا تضيقتي منك في كذا يبقى الحل ان احنا نعمل حوار صريح في كل حاجة تخص بيتنا جدا بس هنقف عند نقطة ودي بقى اللي احنا بنتعلمها في فرمات شخصية شوية ايه اه ان فيه شخص ما يعرفش يبقى صريح وفيه شخص مش هتقبل الصراحة ولا هتقبل الحوار اساسا هيعتبرك قيلة الادب اساسا دي جريئة دي متكلمني بكذا دي طلبة فلوس دي طلبة وفيه نمط ما بيحبش هو اصلا في النورمل ما يعرفش يكون واضح يعني حتى لو قف شغله مع زميله ما بيقولش انا عايز جزة طبيعته كده اه يعرفش يكون دغري يكلمك كده يقولك طب دي كده بتصعب علينا كده اصعب طبعا هي عشان كده بقولك والفهم والتفاهم بين الطرفين مهمة جدا ان انا بقى عارفة نمط ايه من البداية واقدر افهم الاسلوب اللي بيجي معي وهل الاسلوب ده انا هقدر عليه ولا انا مش هقدر عليه حسب قدرتي انا برضو دي مهمة جدا اه كان في الموضوع ده انا هقولك حاجة تستغربية جدا انا جالي ام وبنتها مش زوجين بقى انا من فروسة كده او بما دخله عرفت النماطين بتاعهم اه خلاص دي بني جالك متخنقين يعني ولا ايه هم جايين عشان بينهم من نقطة خلافية مشكلة اه خي مشكلة كانت البنت مخطوبة والام عايزة تكمل خطوبة والبنت عايزة تسيب خطيبة بغض النظر مش دي كانت المشكلة كانت المشكلة ان الام شايفة البنت اه حادة وكانها مسترجلة يعني والام حنينة وبتقول كلام حلو وبتاع وكذا وطبعا ام وبنتنا انا بقول لكم المثال ده عشانا اقول لك مفيش اعظم من حب الام والبنت البعض صحيح ايه صح مابالكم الزوجين يعني احنا لو عرفنا ان ده ممكن يغير مجرح حياة زوجين والله العزيم يعني حتتغير حياتكم كلها اه طيب ايه اللي حصل فهو ما بيتكلموا انا كنت باتحق لان انا كنت فهمة المشكلة فين فهي مفيش خلط زي انا قلتنهم كلمتين هما تصدموا انت تلاقيك بتعملي كذا في البيت وهي بتعمل كذا انتي بتعملي كذا وهي بتعمل كذا كل وعد شخصيته انت يعني تكلمتهم في شخصيته اه اه فكأيني عادة عون في البيت يعني هما انت يتعادة معنا في البيت انتي عاريتي شخصيته لا يعني حكيت مواقف هما تظنوا ان انا يعني عارفة من الاول عارفة حدث ان انا معرفهمش انا معرفهمش اصلا ايو ايو فازاي بترى باختصار شديد انتو نامطين مختلفين عكس بعض مش كمان مختلفين عكسين يعني هي ام وبنتها دي بتعشق دي ودي بتعشق دي مفيش نقاش او مفيش ادنى تردد انهم بيحبوا بعض ومقدرش يستغنوا عن بعض ولازم يكملوا مع بعض هيعملوا ايه الظرف في صدام وخناء على طول فقالوا طب الحل يبطلهم ببساطة جديدة يعني مثلا في نمط رومانسي اه كانت الام كده يعني اه تحب ايه تقولك صباح الخير تدلعي البنت اه اه عملية شوية عملية اوي مش شوية اوي فالموضوع كان عندها انه يعني مفيش دعني البكش دعني هي بصلوا بكش والتانية بصل طريق حياة والام شايفة ان البنت قالت الزوق يعني مابتقوليش كده صباح الخير يا ماما وطريقة حلوة مسلا يعني ايا كان ايا كان بدأنا لما انا فاهمتهم الجزئية دي هم ونازمين عندي بتحكوا يعني الحمد لله فقلتهم يعني انت لو فهمت ان ده مش معناه ان بنتك ما بتحسش قلتلي ايه اقول لها يعني كل واحد بقى يحاسس انه كان نفسه يفاهم التاني وما كانش مصدق فهي دي الفكرة زوج ممكن يبقى عملي ما يكونش تعبيره عن الحب بكلمة حلوة بس بيعبر بحاجات صغيرة او حاجات كبيرة مش لازم نقول بحبك الست بقى بتقول كتير مثلا بتعبر اكتر بتبتدي تقول له كلام حلو بتقول له وحش تاني بترنع ليه كتير بتزههو في الاتصال مثلا هو ممكن ده يعصبه لو بيشتغل احنا محتاجين نفهم بعض ونتقبل بعض ونتأكد ونحسن الظلم انه هنا مش معناه انه بيكره مش عاصده حاجة وحشة هو بس بداخل مع الامر هي طريقة الحب بتاعته كده ايه طريقة حب ما يعرفش مش رومانسي ايه بس يعرف يجيبلك حاجة بتحبيها هو شايف انه هو مادام بيجيبلك اللي انت عايزها في البيت ومش ما خليكي عايزة حاجة طب انت عايزة اي تاني انا مش حب هو شايفها كده مش شايف انه الزام لطريق التعامل مش شايفها انه التلزام عليه هو شايفها ان ده تعبير عن الحب انا بحبها بان انا بريحها طب نت لافاستل ونرگات اي نمس انه باتي جري باردو جري بسراغت انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب من كل حاجة هو فيه ايه يفرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس واسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني دي اسي دي استشاري اوسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة يا سلام ببساطة كده هيوة انت خسرا ايه وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزات اختلافك سر تميزك انا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل ما لك ماشي بتكلم نفسك ليه تعبان جدا من ايه طيب؟ من كل حاجة هو فيه اي فرح في الدنيا خنقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل حتى الفلوس مش بتكفي طيب اهدى بس واسبها على الله خلاص انا تعبت الواحد ينتحر ويخلص ده الحل الوحيد سبنا انا مش عاوز اتكلم مع حد لا طيب استنى هقولك على حاجة انت محتاج حد يسمعك هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل موسيقى اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية ولسه منورنا الدكتورة جهان حسين اهلا بحقيق بقى اهلا بيك طب انا عايزة دلوقتي بقى يعني قصص عالج بها المشكلات دي لان انا حاجة بالمشكلة عمالي يكبر وانا بخير ثلاث اثنين ثلاث اثماني الحكاية اهلا زي ما اتفعنا ان اول حاجة له المشكلة ضخمة وفيها خداع كبير وحاجات كبيرة دي لازم يرجع فيها للاهل وده انا انصح به ان البنت او الشاب يرجع للاهل ممكن الشاب يفاجئ انها مش بكرة سواء بخلى سواء حاجة جنسية الحاجات الكبيرة ارجع فيها للاهل يعني بخلى دي لا احنا بنكلم في العلاقة لا انا بتكلم في علاقة اول يوم لو هي علاقة الخاصة اول يوم فوجيت بحاجة كبيرة الراجل اتفاجئ انها مش بكر او هي اتفاجئت انه هو في حاجة معينة يرجع فيها يعني ده انا انصح به ده رقم واحد رقم اتنين لو هي بقى هنتكلم بقى في بداية طباعة وفي بداية حاجات معينة او كذا او كذا او كذا هنبتدي اول حاجة واهم حاجة واحسن حاجة هو التفاهم التفاهم والوضوح في كل خادر سواء في العلاقة الخاصة في عدم تفاهم سواء في الطباعة أو الماديات أو أي حاجة يعني أنا اتفجئت بيها ما كانتش على بالي أو بدأنا نتضايق فما نحركش من بعض خالص نعتبر شهر العسل يا جماعة يعني شهر فعلا عسل بإيه بإننا بنتخطب من القول الجديد ما فيه مش عيب يعني الصداقة أنا أنصح بالصداقة بين الزجين أحلى صديق في الدنيا الزوج والله والزوجة أحلى صديقة في الدنيا لأن كمان فكرة أن أنا أقتنع تماما أن فعلا إحنا بقينا أسس أساس للبيت ده والبيت ده واحد والهدف واحد والكيان واحد وقلبي على ماله واحد وأنه في النهاية مالي ومالك وفي النهاية قلبي عليك وقلبك علي وفي النهاية أنا أحب داري عيوبك لأنك تمسني وأنت داري عيوب إنها مصلحة واحدة لا مش فكرة مصلحة يعني حياتهم مع بعض مش بس مصلحة انا قصدي ان انا حتى احس ان انت بقيت انا وانت واحد ان معيبك يبقى انا بعيب نفسي ولكن انت تترق علي او تروح برا تقول للناس دي فيها وفيها يبقى انت كده بتسيقلي نفسك عارفة كان في قاية بتاعت اذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم انا هابتشغلني كانت الجملة دي اه يعني اه طبعا في رأي علماء قال انه انفسكم هنا ان انا لما بقولك السلام عليكم وتردي علي السلام فكايني سلمت على نفسي ده رأييا انا برا شفتها رأي اخر ان انا اعتبر الزوج نفسي ان انا اه زوجي واهل بيتي اه يعني احنا سلموا على انفسكم يعني احنا كده نفس واحدة فتخيل لما القرآن يقولها كده اذا دخلتم بيوتكم انا مش حافظة نص الاية عشان يعني حضرتني كده فجأة افتكرتها اذا دخلتم بيوتكم ايوه الذين اذا دخلتم بيوتكم فسلموا على انفسكم هما الاتنين نفس واحدة كأنهم نفس واحدة اه والاهل يعني الزوج والاولاد خلاص ده كل ده انفسكم خلاص كده نفس واحدة ايوه انت متخلق جملة دي مين دي اشعر الشعور اللي هو فعلا احنا واحدة والله احنا لو شعرناها مش يبقى فيه مشكلة مش يبقى فيه مشكلة ايوه بس هنبتدي هنتقبل النقد ايوه لان هنا انا هنتقد من باب ان انا عايزك في احسن صورة زي ما انت بتقولي البنتك ما تلبسش كده عشان انت عايزها اجمل مش عشان بتتريق عليها ولا عشان مش عاجبك مسلا لبساها او كلاما عايزها في احسن صورة بس نفس الكلام في العلاقة بنزجين صحيح فالتفاهم رقم حاجة رئيسية طيب الحاجة التانية انا هي رقم واحدة التفاهم وانا شايفها ده انسب حاجة بصراحة يعني وبدون تدخل اي بني ادم لان انا نصحتي لو الموضوع خرج برا ان دخل طرف تالت يسمع المشكلة مشكلة هتكبر لا مش حاجات تكبر كمان بدأنا اول جرح اول جرح لانه بتحرجني اوي انك انت تقول للناس دي بتعمل او اكلها مش حلو او العكس او العكس ما لست كنت اقولك او كزا اي انا لست هكملها وهي لو قالت هو كزا وهو كزا وهو كزا كسرتي كسرتي رجلته وهو كسر انستك وكسرك قدام الناس فلو الموضوع تحل بدنا ده اجمل شيء يعني مهما بصي مهما غلطنا في بعض ومهما انا جرحتك بكلمة وانتي جرحتيني بكلمة في النهاية ما حد شاف غيرنا احنا الاتنين لكن لو خرجت بطرف تالت مهما كان هتجبر مشكلة هتجبر وهتوسع وهتجرح وهتجرح ومش هتتنسي وعمري ما هنسى انه في البداية حصل كزا 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 اي اذا اقدرنا طب اذا ما قدرناش يبقى لازم ندخل طرف تالت بس بعد محاولات عديدة يعني مش من الاول كده لازم لازم ندخل طرف تالت وربنا قال حكم من اهله وحكم من اهله فهندخل طرف تالت وزي ما قدرنك قبل كده انه الحكم لو كان غير ناضج وغير رواعي وغير حكيم ما انصحش بي يعني افريدي هقول لامي هتخرب بيتي افريدي هقول لامه هتدخل كزا طبعا تدخلات الاهل بعد قصة جبيرة تانية والراجل ممكن يبقى مثلا يعني قابل حاجة والامه تقوله انت ازاي قابل ده او الست تبقى قابل حاجة وامه هتقول لها انت ازاي تقبلي كزا انت ازاي يقولك كزا يعني يستأزنه يعني مثلا تبقى هي ناوية تدخل كده تزوجة صلحة وتقوله بعد اذنك هروح لماما يعني يستأزنتي اصلا وانتي هتيجي عند امك تستأزني يعني هي بتعصيها من البداية لا طبعا الحاجات دي خطيرة جدا عايزين نسر تحلقة للحماوات عايزين تدخل الاهل ده لحلقة بحلقة للحماوات ان شاء الله طب احنا بصراحة مش عارفين يعني مش عايزين نقولك كاولي السؤال عشان الحلقة هتخلص بس الوقتي بيجري طيب السؤال بس يا ريتي بكون نازل على الشاشة لانه المرة دي سؤال يجي معا نزل على الشاشة سمحتو السؤال المرة دي طرفيه كده زريف ازاي نحل المشكلة او المسابقة دي يمكن دا يعلمنا حل المشكلات الناس كتير حست انها صعبة والموضوع كبير جدا مع ان لو عارفت الحل يطلع تافه جدا 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 ناس اوية دا صعبة اوية انا شايفة ان انا بديكم سؤال سهل كل الحكاية ان انتوا هتشوفوا المربعات دي وهتبتدوا في عندك مربع فيه علامة استفهام في علامة الاستفهام هتبتدوا اي رقم اي رقم يجب انه يحل بحل علامة الاستفهام خمسة ولا سبعة ولا تسع بس نظرة صغيرة للمشكلة هتلاقي الحل والله يجاي لك كده يعني الحل موجود بس نفس الكلام في مشكلاتنا والله مشكلاتنا بتبقى ساعات الحل حل المشكلات انا بالنسبالي حل المشكلات دي نقطة مهمة جدا ساعات عود ساعة يعني انتوا ممكن تبقى الوضوع بالنسبالكو كبير تبقى ساعة تقلبوها وابقى صعب جدا والاخر تكتشف معقولة كان تافه كده حياتنا كده والله احيانا فيه مشكلات تبقى كبيرة جدا وتكتشف ان حلها سهل والحل بسيط جدا على ايديك بقى كل مرة هنكون الحل بسيط بنا يكرمي كده نورتينا وشرسلينا بسي جدا لحظة شكرا ان شاء الله بقره نشوف مشكلة كبيرة بس احلها بسيط ان شاء الله كل يوم كده ان شاء الله حلقة جديدة وعنوات جديدة وبرنامجين ميراية اشوفك بكرة في نفس المعادة من الساعة اثنين وعادة الساعة تلاتة كنت معكم ايناس كامل السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل واحد مشغول في حاله طيب اسمع بس الموضوع سهل انت سمعت عن دكتورة جيهان مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي انت فاكريني مجنون؟ لا لا استنى بس انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتعل بساطة يا سلام ببساطة كده؟ ايوة انت خسرا ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني اصل عمر الانتحار ما كان الحل الاكاديمية الدولية لتطوير الزيت اختلافك سر تمييزك اشتركوا في القناة